السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم المجلس مع فضيلة الشيخ رمضان عبد المعيز ومولانا الحبيب الشيخ خالد الجندي سلام عليكم يا شيخ خالد أهلا وسهلا يا أخي الكريم ما أجمل السياحة في القرآن الكريم آه والله معك حق النهاردة موعدنا آه مع الخير كل موعدنا مع بداية القرآن مع الخير كل آه صحيح كأني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غار حراء نعم حينما آه يأتي أمين الوحي جبريل لأول مرة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام سلام حيلتقي بالملك آه إيه اللي حصل يا شيخ خالد الأول والله يشوف أنا أنا حقول للناس انطباعي عن هذا المشهد آه وتقول لنا أنت كمان انطباعك عن هذا المشهد اتفضل أنا انطباع عن هذا المشهد إنه هو بداية تأسيس للعقلية الواعية الفاهمة العقلية القارئة المدركة بداية تأسيس لطبيعة العلاقة بالله أول مرحلة من مراحل القرآن الإقرأ يبقى باختصار واضح من الرسالة إن ربنا ما بيحبش الجهلاء ربنا ما بيحبش العبادة العمياني عظيم ربنا ما بيحبش اللي بيعبد الله وهو مش عارف هو بيعبد ربنا ليه وبيعبد ربنا عشان ايه وبيعبد ربنا ازاي ربنا ما بيحبش الناس اللي بتتواكل في العبادة على ما قاله الفقهاء أو قاله العلماء أو قاله الشيوخ أو قاله المفتون ربنا ما بيحبش اللي يقول لك على اللجهة فراءة بتعالم واطلع سالم ما فيش الكلام ده عند ربنا انت عارف يا شيخ خالد الله يكرمك ويسعدك فعلا أمر في غاية الأهمية تخيل أول كلمة في دستورنا في المنهج احنا دايما بنقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا ورسولا والنبي قال اللي يقول الجملة دي بأذاقة طعم الإيمان فانت رضيت بالإسلام دينا هو ده المنهج بتاعك تخيل أول كلمة في المنهج اقرأ من عبد الله على جهل فكأنما ايه عصاه عصى ربنا المنهج نفسه لما سيدنا أبو بكر النصديق يقول عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي وجاء رسول الله ليعرفني مراد ربي نعم فعشان تقدر تعرف مراد ربنا سبحانه وتعالى ده الشيء الوحيد في القرآن كله لربنا أمر سيدنا النبي أن يطلب الاستزادة منه وقل رب زدني علما وهو أنا أعوز الفتنظرك الله يفتح عليك في الكلم اللي قلته عوز الفتنظر السادة المستمعين والمستمعات أنه النبي لم يأتي صلى الله عليه وسلم علشان يعرف الناس أن هناك إله لا طبعا هما الناس عارفها فعلا أن هناك إله جاء ليعرفنا مراد الله منا بالزبط يبقى إذن النبي جاء ليعلمنا الكيفية التي يحبها الإله في العبادة سبحانه وتعالى يبقى ربنا سبحانه وتعالى علم نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة ولما يجي الوحي لهذا النبي الكريم الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب فيقول له اقرأ يبقى هنا فيه سؤال هو سيدنا جبريل ما كانش عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب فالنبي قال له ثلاث مرات هو قال له اول مرة اقرأ رد ما انا بالقارئ فقال له اقرأ تاني قال له ما انا بالقارئ قال له اقرأ ثالث قال له ما انا بقارئ هو ليه كرر ما انا بقارئ ثلاث مرات لان ما الاولانية غير ما التانية غير ما التالتة ما الاولانية ما النافية مشان عندي ما النافية حضر لك تقول لي اكشف اقول لك ما انا طبيب انا مش دكتور ما التانية ما تعجبية انا بيه وتعجب اقرأ انا عمري ممسكت كتاب ولا شان اقرأ ما التالتة ما استفهامية ماذا اقرأ فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق الله 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 اسمح لأقول كمان رؤية تانية في التفسير قرأتها وكانت أكثر من ممتعة وأورادها العبد الكريم الخطيب الله يرحمه في كتابه الموصوم بتفسير القرآن بالقرآن وهي إنه كلمة اقرأ قول ورايا فهو الملك بيقوله اقرأ بمعنى ردد ورايا والدليل على كده إيه التلقين يعني طبعا والدليل يا شك رمضان إن انت لو هل يا صح اطلاق لفظ اقرأ على واحد بيردد الدليل على ممكن واحد مكفوف يعني لا يرى غير مبصر وإنت الأبي يقول إيه يا سين والقرآن الحكيم وإحنا في الكتاب قبل ما نتعلم اقرأ يا ابن مش كان سيدنا يقول كده اقرأ يا ابن ورايا فهو الرجل الأعمى ده اللي عمال يقرأ ربنا سبحانه وتعالى يجزي خير بيعمل إيدها شيك رمضان بتقول لي بيقرأ طب يقرأ إيه إذا كان هو لا يرى يبقى كلمة أقرأ اقرأ معناها ردد من ضمن معناها المطلوبة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم لحظت لحظت اللي كلمة الأكرم جاءت على وزني أفعل في كريم وفي أكرم اقرأ وربك الأكرم يبقى إيذن القراءة القراءة علشان تعلم غيرك لابد أن تكون كريما حتى لا تبخل على الناس بالعلم إن علمك الله إياه وفي حاجة كمان ربك الأكرم ما هو كريم أيوة وأكرم أكرم أعلى مش كده؟ أيوة نعم من كرمه تعالى ومن علو كرمه أن علم بالقلم الله 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 إنه فتح لنا أبواب العلم ويسر لنا أبواب العلم علم هنا أيضا لها معنى آخر نعم أي كتب الذي علم بالقلم يعني كتب بالقلم سبحانه ولذلك لما جات سورة الرحمن بيقولك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان قبل خلق الإنسان نعم فإزاي يقولك الله طيب يقولك علم القرآن قد ورحمن خلق الإنسان وبعدين علم القرآن مثلا فنقول لهم لا الرحمن علم القرآن يعني كتب القرآن سبحانه وتعالى وبعدين خلق الإنسان وبعدين علمه البيانة اقرأ باسم ربك الذي خلق فكل أمر لا يبدأ فيه بالبسملة فهو أبطر يعني إحنا نتعلم كده برضو من لمسات الجمالية للقرآن أنك ما تعمل شيء إلا وتبدأ بالبسملة مش كده وليش مظبوط حتاكل حتشرب حتكتب حتبدأ مذكرة ابدأ باسم الله ابدأ باسم الله يعني ربنا يفتح لك أبواب الخير والفضل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم بالقلم هل تعلم أنه أول شيء خلقه الله القلم القلم الله يفتح عليك وقال أكتب يا قلم قال ماذا أكتب يا رب قال أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة إذن المولى سبحانه وتعالى خلق قانون السببية يعني كان يقدر الله أن يوجد المكتوب في السجل أو في الكتاب من غير قلم صحيح لكن يا رجل ده في البداية هو ويقولك أن كل شيء له سبب أنا بقى مستعجب إحنا بقنا أمة عوزة التواكب عوزة تصرف من غير ما تشتغل وعوزة تنتج من غير ما تكسب وعوزة تتعلم من غير ما تذاكر وبعض الناس عوزة تنجح من غير ما تبص في كتاب الملك الصالح اللي القرآن يا شيخ خالد أشاد بملكه في صورة الكهف ذي القرنين مش كان ملك صالح أشاد بملك قال إيه آتيناه من كل شيء سببا فعمل إيه بقى فأتبع سببا فأتبع سببا إنما كاننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا الطريق ده يوصل للمطار يسلكه الطريق ده يوصل للجمعة يسلكه الطريق ده يوصل لشغله يسلكه مش معقول يكون رايح المطار فيسلك الطريق اللي يوصله طريق تاني ويقولك ما هو ربنا قادر على كل شيء ما هو ربنا برضو حيوصلني المطار لا يبقى لا بد من الأخذ بالأثبات هو ده علشان كده بيقول اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هنا بقى عاوزين نوقف عندي كلمة علم الإنسان ما لم يعلم كل مرحلة في حياتي وفي حياتك كل يوم بنكسب علم جديد صحيح ويظل الإنسان يتعلم حتى اللحد فإذا ظن أنه علم فقد جهل سيدنا الإمام الشفعي ويقول كلما زددت علما زادني علما بجهل إذن العلم في تراكم العلم في حد ذاته بيثبت للإنسان أنه على جهالة مش على علمه على بينا العلم ثلاثة أشبار من حصل الشبرى الأول انتفخ وتكبر ومن حصل الشبرى الثاني تواضع ومن حصل الشبرى الثالث أدرك أنه لا يعلم شيئا وفوق كل ذي علم عليم سبحان الله الغريب بقى أنه في حاجات اسمها الأوليات أول ما خلق الله الإنسان وأول ما أنزل الله القرآن وأول ما خلق الله الأكوان إيه القرينة المشتركة في الثلاثة أول ما خلق الأكوان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وجدنا لفظة العلم جات مرتين هنا نعم علم وعلم صحيح كما في أول سورة الرحمن إيبا أول شيء ربنا في الكون علم وعلم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان طيب وأول الأول هي التانية عندما أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق آدم إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفيك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أدي التانية وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها أولئي إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا أدي أربعة إلا ما علمتنا أدي خمسة إنك أنت العليم أدي ستة الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال لم أقول لكم إني أعلم أدي سبعة وأعلم أدي ثمانية ما تبدونا وما كنت ثامن مرات يستخدم مصطلح العلم ومشتقاته في أربع آيات يبقى في أول الكون كان العلم يجيه مرتين في أول خلق الإنسان كان العلم يجيه سبع مرات ثمان مرات في أربع آيات هنا بقى في أول القرآن دي المرحلة الأولية الثالثة ربنا يقول الرحمن شوف عيد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يبقى معنى ذلك أن المولى سبحانه وتعالى أراد أن يقوم العالم على العلم الله يرحمه الإمام الشافعي قال بالعلم والمال يبن الناس ملكهم لم يبن ملك على جهل وإقلال حيث تبن وطنك العلم يرفع بيتا لا عمادة له والجهل يهدم بيوت العز والكرم طبعا طبعا علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال علم الإنسان ما لم يعلم يبقى علينا بالعلم ونتمسك بالعلم أي نوع من العلم كل أنواع العلوم التي تؤدي إلى إقامة الحضارة الإنسانية والعمران في الأرض يعني ما سيبش يعني أنا لو خريج هندسة ما سيبش الهندسة وروح أتخصص بقى في الشريعة والله العظيم وقدم برامج دينية والله شفت واحد وكان في كلية الطب وجات له بقى لوست الأمراء الجماعات الإسلامية رح عامل إيه يا عزائي المستمعين والمستمعات رح سايب كلية الطب ووقف على نسية الحارة بتاعتهم يبيع بسبوسة لا حول ولا والله العظيم بعد ما كان منتظر إنه يبقى طبيب بتاع دواء يداول جراح آدم بقى بتاع بسبوسة وبعد البسبوسة ناخد فاصل ثم نواصل ابقوا معنا بسبوسة في رمضان ورجعنا لكم مرة تانية يا عزائي المستمعين والمستمعات مع برنامجكم المجلس ومعنا فاضلة الشيخ رمضان عبد المعز وكنا بنتكلم على البسبوسة قبل الفاصل والله يا جماعة شايف تخيالوا حضراتكم واحد يقلولوا إيه إن ده علم محرم وده علم جاهلي كنت أنا سألت الشيخ خالد يا جماعة قبل الفاصل أذكركم واحنا بنتكلم عن أهمية العلم علم الإنسان ما لم يعلم وإنه الأمم بتبنى بالعلم والمال يبني الناس ملكهم فبقولوا طب يا شيخ خالد أي نوع من أنواع العلوم لإنه الناس بتفاضل أحيانا ما بين العلوم فنلاقي بتاع الطب سايب الطب ورايح يقولك أنا هبقى شيخ بتاع الهندسة سايب الهندسة على اعتبار إن إحنا عندنا نقص في المشيخ ولا حاجة يا شيخ خالد نا بالعجز ده عندنا المضخة بالضخ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة طائفة ليتفقهوا في الدين عنده بقى عمران الأرض اللي يتفقه بقى في الاقتصاد واللي يتفقه في الطب واللي يتفقه في العمل ده ربنا لما علم داود علمه إيه؟ صنعة الصحيح وعلمناه إيه؟ صنعة تلبوس لكم صحيح يعني ربنا لما علم داود علمه صنعة يا كل منها عيش يعني لو ربطنا مبيين وآتاه الله الملكة والحكمة وعلمه مما يشاء ومبيين إنه علمه صنعة بقى ده شيء عظيم جدا ولذلك ما من نبي إلا وكان راعيا للغنم أو تاجرا أو نجارا أو حائكا يعني كل نبي كانت له صنعة بيشتغلها وبيتكسب منها يعني أيها المستمع الكريم في المجال اللي حضرتك فيه بتقرأ فيه وبتتعلم وبتاخد كرصات ودورات تدريبية وتفيد مجتمعك فده شيء هو بيتقرب بي إلى الله تبارك وتعالى علمه النافع يخدم الأم الشغلانة الوحيدة اللي كانتش معروفة في التاريخ الإسلامي شغلانة إيه؟ أقول؟ شيخ والله العظيم تصور ما كانش فيه شغلانة في المجتمع الإسلامي اسمها شغلانة شيخ الشيخ أربعة فيه شيخ شيخه القرآن أيوه إحنا كده تخرجنا من الأذر وحفظنا القرآن الحمد لله وفيه شيخ شيخه الزمان ده المسن وفيه شيخ شيخه الناس وده شيخ البلد وفيه شيخ شيخه الشيطان وده شيخ منصر إلطف الذي علم بالقلم سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم دول أول خمس آيات بمناسبة علم الإنسان ما لم يعلم عاوز أحكي لك حكاية كده لما سيدنا موسى سئل من أعلم أهل الأرض فقال أنا فالمولى سبحانه وتعالى أراد أن يؤدب نبيه ويعلم نبيه أن الله لم يترك العلم في عقل واحد لأبدا بعتوا من بعتوا للخضر عليه السلام المهم سيدنا موسى راح للخضر وعرفنا القصة لما السامكة قفزت من الجوال وكان معاه يوشع بن نون الفتى بتاعه وربنا قال فارتد على آثارهما قصصه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه اللي في صورة الكهف نعم الشاهد بقى بقولك أن سيدنا موسى كده كما يروع وقف أمام الخضر مش عارف هو ده ولا مش هو ده فكان الخضر كده نيم ومغطي وجهه فوقف موسى كده في تردد وقال السلام عليكم ورحمة الله قال وعليكم السلام يا موسى يا ابن عمران أنت وغلامك يوشع بن نون استغرب جدا فسيدنا موسى استغرب قال له من دلك علي قال له الذي أرسلك إلي صحيح وراح الخضر واخد من إيد إيد موسى وراحهم قدام البحر وقفين وسيكت ساعة وسيدنا موسى واقف بقى بقى إيه بيرتعد واقف جنب منه بقى فبعد شوية كده بعد شوية ساعة كده ولا بتاع نزل عصفور والتقت قطيرة رشفة كده من ماء البحر حاجة كده ضرب من أروف المج كده فقال له يا موسى يا ابن عمران قال له لبيك قال له أرأيت ذلك العصفور أنقص شيئا من ماء ذلك البحر سبحانك يا رب فسيدنا موسى قال لا قال ما علمي وعلمك وعلم الصدقين واللحقين علم البشر كلهم وعلم أهل الأرض أجمعين مقارنة بعلم الله تعالى في علم رب العالمين إلا كما أخذ ذلك العصفور من ماء ذلك البحر يا سبحانه الله يا موسى يا ابن عمران أنا على علم آتنيه الله لم يؤتك وأنت على علم آتاكه الله لم يؤتنيه نعم هذا هو العلم سبحانه الله لذلك علم الإنسان ما لم يعلم ما لم يعلم تصور لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من علم الأمة وهو من علم الأنبياء يقولي رحم الله أخي موسى لو صبر أكثر من هذا لتعلمنا ولما سألوا سيدنا جبريل متى الساعة نعم فقاله ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة يا سلام يا سلام وفي موضع شوفوا النبي عليه السلام يعني كان يسأل ما يسأل عن شيء لا يعلم يقول لا أعلم وفي موقف آخر لما نزل أمين الوحي جبريل بقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ما معنى هذا يا أخي جبريل فجبريل قال حتى أسأل العليمة الحكيمة الله يعني ما عرفش هسأل يا أخي أمال دلوقتي كله بيفتي ليه ده والله العظيم ده أنا كل بشوقت يعني أفتكر يا شيخ رمضان الصحابة لما النبي عليه السلام يقول لهم أتدرون ما كذا يردوا يقولوا إيه الله ورسوله أعلم الله الكلمة دي وحشتنا لا أدري نصف العلم الله يعني أنت عايز تتعلم بقى نصف العلم إنك لو سئلت عن شيء لا تعلمه لما جاء واحد من بغداد يسأل الإمام مالك وقال له جئتك من أهل عندي أهل البغداد مطلعين وبعثة روح للإمام مالك اسأله تعالى فقال له لا أعلم قال أما تستحي أن تقول لا أعلم قال ويحك وكيف أستحي مما لم تستحي منه الملائكة إذ قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما أعلمتنا الله الله يا سبحانه طبشيخ رمضان أنا عاوزك بقي تديني ملاحظاتك في المعنى أو انتبعك في المعنى في قولي تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى أن رآه استغنى إيه؟ الإنسان الإنسان دايما يا حضرات لو تلاحظوا هتلاقوا معاتب في القرآن يعني الإنسان لا يطغى الإنسان لظلوم كفار إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر الجزوع وإذا مسه الخير منوع إن الإنسان لربه لكنود غير المؤمن المؤمن إذا أمن الله تبارك وتعالى عليه بالمال لا يبخل يعني عاوز تقول إن رآه هنا يعني رآه المال كلا إن الإنسان لا يطغى أيوة أن رآه استغنى طبعا الرآه استغنى دي رآه رآه نفسه الرآه يعني رآه نفسه ألا رآه المال أصلي يعني أصلي بعض التفسير قالت الرآه أي المال المعنى مستقيم المعنى واصل وأن رآه نفسه آه آه وأن رهو المال ما سمي مال إلا لأنه يميل بالناس عن الحق الله ما شاء الله ما شاء الله مال شوف مش استقام شوف كان فيه ثلاث أبيات كده لك رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده الذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس قد فدوا إلى من عنده فضاء ومن لا عنده الفضاء فعنه الناس منفضاء ورأيت الناس قد مالو إلى من عنده مالو ومن لا عنده مالو فعنه الناس قد مالو الله 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 طب بس أعمل معي ده عزاء المستمعين كل ما قول حاجة بيكملها بحبك يا شيخ طالد والله ما شاء الله ومذاكر وعالم وحفظ الله أزهرنا الشريف آه آه معك ربنا فيه يعني أحيانا الناس تقول هو ده بيبقى أيه الناس فكر أني أني أنا ونت بنقرأ من سكريبتي في أدينا ولا ورق والله يا جماعة كالندر تجالي بيني وبين فضيلة الشيخ لأن المشرب واحد والمنهج واحد الله يرحم العلمون والغاية واحدة الغاية نسى الله عز وجل قادصة لوجهه الكريم والمحبة قائمة آمين يا رب هو الإنسان يقدر يستغنى عن ربنا سبحان الله إزاي الإنسان بيتجرأ هذه الجرأة أن رآه استغنى كلا إن الإنسان لا يضغى شوف القارينة بتاعت الاتنين وصفوا بالتغيان وصفوا بالاستغناء أنت عارف أن الملائكة ورد في الأثر أنه لما الإنسان يصلي وبعد الصلاة يخرج مسرعا النبي علمنا أنه نحن دبر كل الصلاة في أذكار نعم صلى الله عليه وسلم اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلى آخرة نعم حينما يخرج الإنسان مسرعا من المسجد بلا دعاء وبلا أذكار الملائكة تنادي عليه تقول يا عبد الله أستغنيت عن الله الله أما لك عند الله حاجة وفي حد يقدر يستغنى عن ربنا سبحانه وتعالى إلا الإنسان الجهول اللي بيتخيل أنه معاه إرشين فهو استغنى عن الله الله عشان كده بعديها بيقول إن إلى ربك الرجعة مش الرجوع الرجعة يعني غصب عنك هترجع ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم سبته اللي احنا سبته ربنا هو اللي عطانا للمال مش كده ولا إيه من ألطف ما قرأت يقولك أول ما يموت المرء يصاب بمصيبتين في الحال المصيبة الأولى أنه يفقد ماله كله آه سبحانه والمصيبة الثانية أنه يسأل عن ماله كله يعني فقد كل المال ويسأل عن كل المال إن إلى ربك الرجعة الرجعة دية زي يومئذ يفضل الناس أشتاة ليروا أعماله فتصور أنك راجع إلى الله دين اصدقا لقوله إنا لله وإنا إليه راجعون فانت راجع لله امتلك في الدنيا ما شئت ستخرج منها كما جئت والله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره متناعما فيها بكل نفيسة وملذذا بالعيش طيلة عمره لا يعتريه السقم فيها لحظة كلا ولا جرت الهموم بفكره ما كان هذا كله في أن يفي لعظم ما يلقى بأول ليلة في قبره ألتف يا رب اللهم نجينا وحفظنا بحفظك يا رب العالمين أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إيه الاستفهام ده ده استفهام استنكاري أنت شفته اللي عايز ينهى عبدا إذا صلى أنا أعرف أن اللي بينهى ينهى واحد إنه يزني ينهى واحد إنه يسرق ينهى واحد إنه يرتشي ينهى واحد إنه يقزي غيره إنما ينهى واحد إنه يصلي أهو الله كأن القرآن بيلاحظ حالتنا دلوقت أهو الله عاوزين يسيبه شوف سايبين المسخرة اللي في الموجودة في كل حتة وعايزين يقلعوا الست طرحيطها وعاوزين يحربوا النقاب ويحربوا اللحيا ويحربوا يا جماعة مش كده ما تسيبوا الدلي accelerated وتسيبوا اللي ملتزم ملتزم وتسيبوا اللي عارف ربنا عارف ربنا وتسيبوا كل واحد يعبد ربنا بما يحبوا ويشتهي طالما ما بيأسش حد طالما ما بيعتديش على حد طالما ما بيتطاولش على حد يعني عندنا الحريات يا شيخ خالد احنا بناكل بمكيالين لو واحدة خرجت ونسيت تلبس ودومها يقول لك حريات شخصية طبعا يا أخي يقول لك ما تبصش يا أخي ما تخزق عينك وما تبصش طبعا يا سيدي احنا ما عندناش مانع فذكر انما انت مذكر لست عليهم ايه بمصيط احنا كما الشيخ بنتكلم في الكلام ده احنا بنحجر على حريات حد طيب اللي غطت نفسها ما لك وما لها لا الله حد يصدق ان في بلد الازهر ان كان واحد طالع على الاعلام عاوز يعمل واقفة احتجاجية ومسيرة اعتصامية علشان منع الحجاب لا حوله ولا خطوة والله الواحد ما مصدق لا حوله ولا خطوة هذه من بلاءات تلبيس ابليس على بعض الناس عشان كده ربنا بقول ألم يعلم أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية أي لنأخذنه أغذا شديدا إلى جهنم من مفرق رأسه الناصية جماعة اللي هي مقدمة الرأس أنهي رأس بقى ناصية كاذبة خاطئة والصفع يا حضرات الأخذ بشدة فليدعو نادية يصرخ وينادي اللي نديله الجماعة بتاعته الأجهزة بتاعته النادي بتاعه سندعو الزبانية من هم الزبانية؟ هم الملائكة الموكل بهم عذاب أهل النار والعياذ بالله جهنم والعياذ بالله كلا لا تطعه يعني يا رسول الله لا تأبه له ولا تلتفت إليه ومن بعد رسول الله كله عبد صالح أيها الصالح لا تخشى شيئا إلا الله واسجد واقترب في فرء من القرب والاقتراب أيها الله يفتع لي الاقتراب أشد من القرب أحسن الله إلي وكلما نزل الإنسان كلما اقترب كلما اقترب كلما اقترب حديث صح مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكسر الدعاء في السجود أعزاء المستمعين والمستمعات مضى الوقت سريعا ولكن لنا موعد مع ذلك اللقاء الفقهي نستمتع بأحكام هذه الصورة الفقهية جزى الله شيخنا الشيخ رمضان عبد المعز خيرا وهنيئا لك بصحبة الدكتور سعد مع ذا الفاصل السلام عليكم مجددا أخوة الإيمان والإسلام والآن جاء موعدنا مع الفقه والنزهة الفقهية في هذه الصورة الكريمة صورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق نحن الآن نخاطب بأمة اقرأ معنا الأستاذ الدكتور سعد الهلالي الذي ساعدنا على القراءة في هذا العصر أهلا بيك دكتور سعد بارك الله فيك وفي المستمعين ومستمعات وقصون طيبين وأنت طيب أمة أمية وتخاطب بكلمة اقرأ غريبة بصراحة بس هو علشان إيه عشان ننتشل أنفسنا من الأمية دي صحيح في الحديث رب بخاري المسلم عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب أشار كذا وهكذا وأشار بيديه يعني تسعة وعشرين مرة وتلاتين مرة لكن هذا الحديث النبوي مش معناه إن إحنا أمة سنظل أمية إزاي سنظل أمية وأول شيء نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إزاي نبقى إحنا أمة أمية والقرآن الكريم يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين قوتوا العلمة درجات إزاي نبقى إحنا أمة أمية والقرآن الكريم بيقول لنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني دي من صفة متح إن إحنا أمة أمية يعني هو يقول النبي الأمي والذي نعصف الأمين هل هو هذا توصيف ولا متح توصيف في البداية بس مش معناها أن يبقى الإنسان على بدايته وهو إحنا ربنا خلقنا وخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا هل نظل هكذا لا نعلم شيئا يعني خلاص بقى مدام إحنا خلقنا نرضى بالوضع ده لا إزاي الإنسان لازم من لم يكن في زيادة فهو في نقصان إذن لابد من التعلم بس للأسف فيه اتجاهات فقهية واحد يقول آه إحنا أمة أمية إذن الشهر لازم نشوفه بعنا لازم يكون 29 أو 30 وما ناخدش بالرؤية الفلكية دول غلبون يا دكتور سعر تشوف ده جمهور الفقهاء الكده والذين قالوا بأن يجوز اتخاذ العلم الفلكي لمعرفة الأشهر عدد كبير من التابعين منهم مطرف ابن الشخير وبعض الحنفية وقول عنده المالكية وبعض الشفعية بس انت عارف كان محاربين إزاي يعني روية مثلا امام مالك كان بيقول الإمام الذي يستشهد بأقوال علماء الفلك في الأشهر لا يقتدى به وكان يفصق أيوة وكان الذين يرون اللي هياخد بالرؤية العلمية ده إنسان أخذ بالتنجيم اعتبروا ده نوع من التنجيم العلم النهاردة أصبح واضح والترسكوب بين كل شيء والتصوير بين كل شيء فالعلم تطور هنعيش في الفقه الذي كان في بدايته ولا هنعيش في عصرنا يجب أن كل إنسان يعيش في عصرنا فعلا ما بين التلسكوب والماكروسكوب اختلفت نظرة العالم وبالتالي اختلفت نظرة الإنسان للعالم الخارجي والعالم الداخلي نعم عالم الجزيئات والزرات وعالم الفلك والنيازك والكواكب والمجموعة الشمسية يعني المفروض بالتالي الأحكام الفقهية تختلف بالتبعية أيوة صحيح بس أنا عايز أنتقل لحتة مهمة جدا لعلها تنفع سيدة مستمعين ومستمعات خاصة أن أنا من ضمن منسطوليا بنار هذا الجهل في فترة ما كنت لسه في السنوي كان لي أصدقاء يعني مقربين إلى قلبي في التعليم العام وبعدين أخذوا درجات عالية جدا في السنوية العامة وأنا يا دوب أخذت حوالي 86% في السنوية الأزهرية يا خبر بس أنا كنت أدبي فكان يعتبروا أن 86% حاجة كبيرة وأنا الحمد لله من العشرة الأوائل بفضل الله في السنوية طبعا عمدنا في الأزهر ده النابغة لكن مع ذلك لكن مع ذلك كان الذين زملائي بقى كانوا جايبين كم في المية 99% فتخيل كده لما أشوفهم جايبين 99% ودخلوا كلية طب فكنت تحريت أنظر إليهم بانبهار ولازلت أنظر إليهم بانبهار غير عادي أنظر لازلت المن للذين بقوا في تفوقهم حتى يومنا هذا لكن يؤسفني إن أكترهم يعني بعضهم بس اللي وصل إلى القمة ولكن أكترهم لما دخلوا الجامعة اتعرفوا على ما يسمى الجامعات الدينية والصحوة الإسلامية وفوجئت بأنهم تتفرمنوا تركوا لبسهم اللي كنت بشوفه ومعجب بيه ولبسوا الجلابية القصيرة وربه دأنهم وقالوا إحنا عايزين نريع بطاطا وعايزين نتعلم الشريعة الإسلامية ليه؟ قال لأن علومنا دي علوم حياتية ما لناش أجري فيها ولكن إحنا عايزين العلوم الشرعية نحفظ القرآن ونحفظ الحديث ونعلم الناس الدين وهو ده العلم النافع يوم القيامة فأنا طبعا بقيت في غاية الزهول وهما خلاص زابلوا وانتهوا في التاريخ وحاليا يعني في أسر الواحد يتأسى لها ويعيشون في حالة من اطمحلال الفكر واتمحلال الإنسانية حتى خلص خلص بسبب إيه؟ بسبب فهم مغلوط اتعرفوا على واحد غلط في الكلية عندهم وينزرع ويقول لهم إن العلم الشرعي هو العلم الناجي والعلم الحياة ده ده علم حياتي صاحبه مالوش أجر فيه يعني مضيع للوقت فهم طبعا أرادوا يقولوا لأ نستثمر حياتنا وبدل من نتعلم العلم اللي ضيعنا وضيع عمرنا ما احنا نتعلم العلم الشرعي نفس أقول لكل المسلمين والمستمعات كل معلومة نفعة أليست هذه المعلومة شرعية؟ هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما راح زار زي مرة في حيث صحيح راح زار مريض فوجد هذا المريض قد أصيب بجرح والجرح ده احتقن يعني حصل له نوع من المضاعفات والتلوث فدعا براجلين من بني أنمار طبيبين فسيدنا نقل لهم أيكم أطب أيكم إيه؟ أطب النبي كان بيسأل عن أكثرهما علما علما وحذقا ولا فقهان شفت لما نجي لأي سيدنا نبي يقول كده كان بيقول اذهبوا إلى الحارس ابن كلدة الثقافي فإنه أتطبب وكان رأي مشرك ولا أبو طيبة الذي حجم سيدنا رسول الله وعملوا الحجامة كان مشركا واستخدامه لعبد الله بن قريقة يوم الهجرة صحيح وهو شوف هاجر والسر سر سفره من مكة المدينة كان سر محدش يطلع عليه فشوف أطلعه أطلعه على من؟ على عبد الله بن قريقة وهو لم يكن على دينه وقتمن النجاشي والدولة الأحباش على المهاجرين على المهاجرين إذن الفكرة فكرة العلم الحياتي المسترق الإنساني والعلم الشرعي قل لي بالله عليك لو أصبح كل المسلمين مشايخ قل لي بالله عليك لو كلهم أصبحوا مشايخ مين اللي هيعالجنا صحيح من اللي هيبني بيوتنا من اللي هيعملوا الطرق الأنفاء قل لي بالله عليك من اللي هيزعرض نأكل ونشرب من اللي هيلبسنا ويعمل مصانع ويلبسنا أظن لما سيدنا عمر يدخل ويسأل ويقول مين دول في المسجد يقولوا دول عباد ربنا بقى ودول نظروا نفسهم لله طب مين بيأكلهم قال أخوه فقال أخوه أعبدوا منه فلما مين بقى اللي بيأكلك ياما تجلس في المسجد مين اللي بيلبسك ياما تعبد ربنا لازم تعرف ان عباية ربنا ربنا ما كلفناش بتكاليف نعيش فيها زي الملايكة احنا مش ملايكة احنا بشر عايشين في الدنيا ببشريتنا عايشين في الدنيا عشان نعرف ان اربع اخماس مسئوليتنا هي اعمار الارض هو أنشاكم ارض واستعماركم فيها وخمس مسئوليتنا العبادة لله عز وجل وما خلقت الجن والانساء إلا ليعبدون يعبدون يعني ايه يقصدون مش يعبدون يعني يصلوا ويصوموا لا يعبدون يقصدون لازم وانت بتعمر الارض تعرف انك بتعبد ربنا لازم وانت بتبني النفس الانسانية تعرف انك بتعبد ربنا لكن ما تجيش تقول لي انا بصلي وصوم يبقى دي عباية ربنا هي دي عبادة ربنا صح بس عباية ربنا لنفسك أنت هنتفع بيها لكن لما بزرع عبدت ربنا وغير بينتفع بيها وبعدين ده في الحديث الرواه الدراكطني إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا حج قالوا فما يكفرها رسول الله قال الهموم في طلب المعيش والحديث اللي راجعه البخاري ومسلم الساعي على الأرمالة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الليل الصائم النهار الله يعني القائم الليل الصائم النهار اللي أخذ الليله نهاره عبادة كل ده ممكن يقابله الساعي على الأمرت المسكين اللي بيشتغل ساعتين زيادة أمال بقى لو رد عليك رد وقال لك يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش في الطب ولا في الكيميا ولا في الفيزياء ولا في الجيولوجي قال ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين الله توقف عندها شويتين يفقه في الدين يعني يفقه في الصلاة يفقه في الصوم ولا يفقه في الصلاة والصوم والزراعة والصناعة والطب هو أنت بتعتبر الطب مش دين هو أنت بتعتبر الزراعة مش دين هو أنت بتعتبر لبسك وسط العورتك مش دين إحنا فيهمنا الدين غلط غلط إن أنا مثلا لو جيت في برنامج بس أقولك دين ودنيا اللفظ ده غلط الدين ودنيا؟ ما حسب مصطلحك يعني حسب أنا لو جيت قلت لك دين ودنيا أنت تفهم قصدي ولا لأ هفهم قصدك إن الدنيا الحياة واللي مش محتاجها نية والدين اللي محتاج نية طيب الحديث قال في الدين يفقه في الدين طيب بس معنى ذلك معنى ذلك أنا فهمت إن لفظ من يود الله بيه خليهم يفقه عن إيه يفهمه يفهمه إيه ما اختلفناش أنا بتكلم على كلمة في الدين يا دكتور أيوة ما تهربش من الله يخليه لا هو أنت لما تفهم الدين على إنه الصلاة والصوم يبقى أنت شوهت الدين ولا أنت أنا صفت الدين لا بص ما بناش الإرهاب أنت كده شوهت الدين ليه خبر السود قولي أقولك ليه لما ربنا يقول إن الدين عند الله الإسلام ماشي الدين عند الله الإسلام إسلام إسلام وجه لله دخل فيه الكيميا والفيزيا لا إستنى كله إزاي بقى سبحان الله يعني الفيزيا عند الله ألا ترى آيات الله في الكيميا والفيزيا يا مولانا أنا عارف ده عجيب ألا ترى إن الكيميا والفيزيا مكنتك من إنك تسافر من هنا إلى مكة المكرمة عشان تروح تعمل عمرة وتحج وانت مرتاح بالطيارة قدرة الله مغطية الكيميا والفيزيا لكن أنا بتكلم على قدرة الله فوق الكل ما فيش داعي تدخل قدرة ربنا في قدرتي مع قدرتك لا أنا عايزك تدخل قدرتنا يا مسلمين مع قدرة الأمريكان مع قدرة الصينيين مع قدرة إخواننا اللي عاديين في شرق آسيا وجنوب أفريقيا ولا أوروبا دول اللي عرفوا يقدموا خدمات للإنسانية بدل ما تدخل ربنا بيني وبينك في المقارنة وحاشا لله نتدخله في المقارنة لا دخل مقارنة بين بشر وبشر شوف إحنا فين وأوروبين فين شوف إحنا فين والأمريكان فين أنا برضو أنت ما جاوبتش أن فيه فرق بين الدين والدنيا ولا ما فيش سبحان الله احنا قلنا الدين عقيدة صح؟ موافق على كده؟ طيب العقيدة دي بالله عليك قاصرة على صلاة وصوم يعني أنت في عقيدتك عندك جواك أنه لا دين إلا صلاة وصوم واللي عندك جواك في عقيدتك صلاة وصوم وإنك تكون سبب في رزق ولادك وإسعد ولادك وإنك توسع عليهم وإنك تكون إنسان جميل مع جرانك هم ليه الدنيا بقى؟ أنا مش فاهم الدنيا يعني إيه هنا؟ نعم إيه الدنيا بقى؟ الدنيا إنك تفكر في حطام بعيد عن خدمة الآخرين بمعنى إيه؟ بمعنى إنك أطاعت الحياة عن الآخرة لكن لما توصي الحياة الدنيا بالآخرة أنا عندي تفسير تاني هل يتسأله صدرك؟ يا سلام صلى على رسول الله شوف يا سيدنا هذا الحديث لا يمنع إنه برضو ما يريد الله بيخيرني وفاقهه في الدنيا يعني هذا الحديث نص على أحد الطرفين طم ما احنا اتفقنا الوجه الفريقي بينهم بلك إيه؟ إننا فصرت الدين بالدين والدوني وسيدتك فصرت الدين بالعبادات وروحت عاملت إضافة للحديث وقولت بأن ما يريد أن يفاقه في الدين وما يريد أن يفاقه في الدوني ما إذا أضافت أقول إنك متغسن إننا أشرت إلى نقطة لا لا ده أنت فتحت مجال حلو أشكرك لأن وجهة نظرك هتقنع بعض المستمعين ووجهة نظري هتقنع بعض المستمعين بمناسبة اقنع بعض المستمعين والخلط أو الرابط ما بين أن نقول الرابط ما بين الدنيا والدين الأهل بعدها على طول اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الله هو بداية خلق الإنسان العلقة ولا مجرد تلقيح النطفة ولا مجرد تكون الحيوان المنوي تعالى نشوفها بهذا الفاصل ونسمع ونستمتع ابقوا معنا ورجعنا لكم مرة تانية وكان النقاش محتدم حوالين هذا الإعجاز العلمي في سورة العلق يا ترى في قول الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من علق هل هذا هي إشارة إلى بداية أن تعريف الإنسان هو العلقة؟ هو أنت عندك في سورة المؤمنون ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مطغة فخلقنا المضاط عظامة فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أنت عندك هنا مراحل في سورة المؤمنون هنا المرحلة التالية هي مرحلة العلق العلق دي مرحلة تالية أو مرحلة أولى؟ تالية انت ممكن تفاصيلها بمرحلة أولى العلق اللي هو إيه؟ العلوق اللي هو ارتباط الحياة المنوية تتشبث بالرحم لا طب من تخذ العلق الأول العلقة الأول هي إيه؟ هي ارتباط الحياة المنوية بالبيضة وبعدين بتاخد رحلة لمدة يوم أو يوم ونص أو يومين إلى أن تصل إلى الرحم وتعلق في الرحم طيب فهل العلوق الأول هتسميه علقة ولا العلوق الثاني هتسميه العلقة احتمال واحتمال حيبدأ العلقة بالتعلق يعني بالتعلق إذن في أول لحظة من لحظات اللقاء الزوجين وأرد الله لهذا اللقاء أن يكون حمل ده هتسميه علقة دي البداية كأن الله عز وجل يقول دي البداية اللي تمت حقيقة وممكن تقول لا البداية لما الإخصاب هذا يتوجه إلى الرحم ويستقر فمستقر ومستودع في الرحم ده ممكن تقول بهذه البداية طيب هذه البداية معناها أن الإنسان يحصل على الحرمة الجاملة لفظ إنسانية نعم هل يحصل على لفظ إنسانية بمجرد وصفه بالعلقة بلاش نقول إنسانية لأن إنسانية كبيرة أوي لأنها هترطب عليها ميراث وحرمته هل الحرمة التي إذا تم الإجداء عليها يكون إجداء على بعض نفس أو نفس أو ما دون نفس كإسم حمل ولا الهجهاض في هذه اللحظة لا يعد محرما لأنه ليس مساسا بحقيقة إنسانية أو بعض إنسانية هنا في أربع خمس آراء يعني أنت عندك مذهب المالكي مالك مس لوحده مالك لوحده انفرض عن تلاميذته قال لك ولدي تلاميذته ما خدوش برأيه هو الإمام مالك انفرض وقال إن البداية بداية الحمل في العلوق الأول لقاء الزوجين من أول ساعة وقاه على من يأتي بعدوان على هذه البيضة التي تم إخصابها يعتبر إعداء على جنين ويحصل على جناية جنين وعقوبة الجنين غرة اللي هي خمس من الإبل أو مئة من الدنانير الدينار أربعة جرام وربع دهب يبقى كام أربعة وربع في مية ربعمائة جرام دهب ده بالنسبة للجناية الدية بتاعته اسمها الغرة أو عبد أوليدة عبد اللي هو مملوك لو كان في عبيد أيام العبيد أي نعم أيام العبيد ده اسمه الغرة تلامجة مالك أو لا إحنا ما نعترفش بحرمة الحمل من أول ساعة كده إحنا لازم ننتظر ونتلبس الحمل ده إنه يستقر ويدخل في الرحم ويعلك في الرحم ويصبر شوية كده فأشهب أو ابن القاسم قال لابد يكون مضى عليه أسبوع بعد أسبوع نقول هنا في حمل يحترم واللي يعتد عليه يبقى اعتد على حمل الأشهب تلميزه الثاني قال لا لا لازم شهر لحد دائما شهر أنا مش أعترف بكمة أسبوع شهر بمهور الفقهاء فين بقى؟ المذهب الحنافي والمذهب الشفعي وأكثر الحنابلة قالوا إيه؟ قالوا إذا استقر الحمل في الرحم وصبر في الرحم إلى أن يستبين بعض خلقه لأن العبرة بالتشكيل والصورة الأدمية مش العبرة لا بعلقة ولا بمضغة لازم المضغة تتشكل ويبقى فيها شكل الإنسانية ويدب فيها الصورة الإنسانية إيد رجل رأس أي جزء من أجزاء الأدمية بحيث لو تم الإجهاد ممكن تقول آه ده أدمي أو جزء من أدمي هنا في اللحظة دي صورة الأدمية موجودة يبقى الإجهاد صار محرما في علماء الحديث اللي هو مشروع الحديث زي الإيمان النوي ابن حجر عسقلاني زي الصنعاني وزي الشوكاني دول بنسميهم علماء الحديث أخذوا عيش وشرحوا وفسروه فقالوا إيه قالوا بأن الحرمة ما تكونش للجنين إلا بعد 120 يوم يعني إذا صبر الجنين أو الحمل في الرحم لمدة 120 يوم من يوم العلوقة الأول هنا نقول صار حمل والإجهاد هنا يبقى عدواني ويبقى الإجهاد مؤثم وعليه الغرة اللي احنا ذكرناها قبل كده يجوز ده بيفتح مجال للوالدين إذا أرادوا التخلص من الحمل فيما قبل 120 يوم عندهم مذهب الجمهور بيقول لا حرج طبعا مالك بيقول ساعة ابن القاسم بيقول سبوع أيوا أشهب بيقول شهر أيوا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أرضاه جمهور الفقهة بيقولهم بدا سبوع بعضه خلقه وده بيكون في الشهر التالت في الشهر التالت أيوا أيوا فأصبح أمامك شوف كم رأي من أول يوم لحد 120 يوم إنما القانون حسمها بأنه ولا دقيقة القانون منع عمليات الإجهاد مش حرم ومنع الكلام ده في تصرفات الأفراد تصرف الفرد في الدين أمر بينه وبن الله عز وجل لكن عمليات الإجهاد القانونية في المستشفيات منعها من أول يوم والأطباء على فكرة بيحتالوا في هذا الأمر عن طريق إجراء بعضهم نعم أو بعضهم صحيح بيعمل عمليات ليست لا يسميها إجهاضا وإنما يسميها مثلا إنقاذ وتطهير لأشياء وهو أدرى الطبيب مؤتمن الطبيب مؤتمن طب أنا بقى عاوز أجي في حتة يعني الصورة هنا ختمت يعني جزء عام هنا ولاقينا فيها الأول سجدة في الجزء الثلاثين بنلقى سجدة تلاوة كلا لتطعه وزيد وقطر في آخر الصورة الحقيقة أنا عاوزك تكاليني شوية بس الله يخليك هي سجدة التلاوة أولا هل هي واجبة ولا ولا مسنونة رأيين الرأي الأول الحنفية قاله واجبة استدلالا بمين بقول عثمان بن عفان مش بقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عثمان إيه السجدة على من سمعها ولازم نعرف وكل ما سمعت ياخدوا فكرة كده إن المذب الحنفي بيعتبر قول الصحابي حجة يعني هل قول الصحابي حجة عند الجمهور عند الجمهور لا وعند الحنفية آه نعم هي حجة فقاله هنا سيدنا عثمان بن عفان بيقول السجدة على من سمعها لكن مع ذلك قاله الله طب ما انت ممكن تنظر إلى ظاهر قول الله عز وجل في آيات السجدة هتلاقي فيها أمر بالسجود فالمذب الحنفي بيقول لك بقى ربنا يأمرك بالسجود من لا تسجدش الله 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 يعني خد الآية المشهورة أوي آية سورة السجدة إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدنا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وبعدين في هذه الصورة فسجد واقترب هنا فسجد يعني أدخل تأكيد أيوة فالمذب الحنفي بيقول هنا عندي أمر بالسجود لكن في آيات ما فيش فيها الأمر بالسجود زي آية السجدة اللي احنا ذكرناها الآن خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون هنا المذب الحنفي بيقول السجود واجب جمهور الفقهاء بيقول لا مش واجد ده سنة إيه الدليل إن حديث في البخارية المسلم عن زيد بن ثابت إن بيقول إن أنا قرأت على سيدنا النبي سورة النجم وآخرها زي ما انت عارف فسجده لله وعبده وسيدنا النبي لم يسجد قالوا الله ده دليل على إن السجود هنا مستحب وليس واجبا ده حكم سجود التلاوة القائلين بوجوب السجود والقائلين بالسنيات هل اشترطوا الوضوء لسجود التلاوة أكثرهم أقول نعم لأن السجود جزء من الصلاة والصلاة يشترطوا صحتها الطهارة والوضوء لكن بعض الحنفية وبعض الملكية وبعض الشفعية وبعض الحنبلة يعني بعض من المزاهب الأربعة أكثرهم قال لا لازم من الوضوء بعضهم في هذه المزاهب القليل من هذه المزاهب الأربعة قالوا لا ما يشترطش الوضوء ليه لأن سجدة الشكر وسجدة التلاوة ليست صلاة وإنما هو طاعة لله وسجود لله ليست صلاة الصلاة هي ما بدأ بالتكبير واختها بالتسليم بشارتها مخصوصة إيه اللي دخل ده جنب ده طب هل يتوجب فيها استقبال القبلة عند من يقول طبعا عند من يقول بأن السجدة للصلاة إذن يجب السجدة زي صلاة قال لي إذن لا بد من استقبال القبلة وعند من يقول لا السجود للشكر والسجود للتلاوة ليس صلاة إذن لا يشترط التوجه للقبلة اختلفوا هنا على رأيين بعضهم قال لا يشترط التوجه للقبلة وبعضهم قال يشترط التوجه للقبلة من ضمن الذين قالوا لا يشترط التوجه للقبلة ابن تيمية قال ما يشترطش يعني بدليل ان الاخوة اللاعبة لما بيجيبوا جون عايز يسجد لله شكرا بيسجد في اي اتجاه هو سجدة الشكر غير سجدة التلاوة معروف نعم بس الاتنين سجود بس سجدة الشكر بيقولوا فيها يلحظ فيها المفاجأة سجدة ايه الشكر واذا تأخرت عن وقت الفرحة او وقت السعادة طيب هي سجدة التلاوة كذلك في امكانك الا تقرأها لانك انت اللي بتقرأ يبقى مش المفاجأة يبقى انت بتتحكم في اي نعم لكن انا عاوز ارجع لمرجوعنا لسجدة التلاوة هم خمستاشر سجدة زي ما ذكر العلماء نعم وقت 16 هل تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم ايضا عند الشافعية وبعض الحنبلة قالوا يشترط التكبير وان تنتهي بالتسليم قياسا على الصلاة ولكن عند الجمهور لا هي سجدة وخلاص طب هل المرأة بتغطي رأسها وانت مش عارف ان المذهب الملكية يرى بان ستر العورة في الصلاة عند المالكية سنة وعند الجمهور ستر العورة واجب وفريضة حانا بتتكلم على الصلاة ي meine الملكية عكسوها غاستقول يعني نعم الملكية عكسوها لا ما عكسوهاش يعني عند قراءة القرآن المالكية اوجبوا ستر العورة لا 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 طيب خلاص إذا كان بقولك في الصلاة ما أوجبهاش يبقى فكرتك عنها يوجبوها ده المالكية إنما الجمهور أوجبها الجمهور لا أوجبها في الصلاة ولم يوجبها في سجل التلاوة نعم إذا كانت من الصلاة فيجب لها السجود يجب لها الطهارة عموما ويا ستر العورة أيضا لكن فيه حتة مهمة أوي وهي السجدة لما تقرأ آية فيها سجدة وانت فيه صلاة سرية تعمل ايه تصلى الظهر وانت أمام المذب الحنفي بيقول يقرأ أصلا إنك تقرأ آية فيها سجدة وإذا قرأتها واجب عليك السجود يعني أنا بقرأ في الصلاة الظهر ما قربش من آية فيها سجدة بب لو قربت يجب تسجد المذهب الحنبالي بيقول يقرأ تقراها بس لو قرأتها ما تسجدش عشان ما تلبس على الناس المذهب الملكي بيقول يقرأ أصلا تقراها في صلاة سرية فلو قرأتها يبقى يجب عليك تجهر بها عشان تسمع مين الناس اللي وراك عشان لما تسجد الماذا بالشفعي بيقول من حقك تقرأ آية السجود أو آية فيها سجدة وانت في صلاة سرية بس ما تسجدش إلا إمتى مدى ما تسلم عشان ما تلخبطش الناس الوراء من أمتع ما سمعنا عن أحكام آيات السجود في القرآن الكريم شكرا لأستاذنا الكريم الدكتور سعدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أعزائي المستمعين استمتعنا في برنامج المجلس بهذه السياحة القرآنية في سورة العلق وإن شاء الله نأمل في لقاء آخر مع غدا إن شاء الله في سورة القدر تقبل الله منا ومنكم صلاة وسلام عليك يا سيدي رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله